وهذا رأيته سواء هنا في تركيا ورأيته في ليبيا وأظن أن جميع الدول الإسلامية والعربية موجودون مثل هؤلاء الشباب فهم كالذهب الذي نحتاج أنا وأنت وغيرنا أن ينفض عنهم التراب لكي يخرج لهذا العالم لمعانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة من بناء بودكاست حلقة جديدة وضيف مميز اليوم ضيفنا اليوم هو دكتور في الاقتصاد والتمويل الإسلامي وصيغ التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة والناشئة بخبرات دولية بأكثر من دولة ضيفنا هو الدكتور محمد مسعود حياك الله دكتور شرفت ناميت أهلا وسهلا مرحبا بك حياك الله أهلا وسهلا دكتور دكتور هل رائد الأعمال العربي يقبل على البنوك الإسلامية وخطط الصيرفة الإسلامية ولديه الوعي والمعرفة الكافية فيها تمام بادي دي بيدي الحمد لله يا رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين وبعده طبعا كما لا يخفاك تجربة الصيرفة الإسلامية أو التمويل الإسلامي في الدول العربية أو شمال أفريقيا تعتبر تجربة حديثة ليست بقديمة وغالب المصارف يوم أن دخلت هذا المجال لم تضع في اعتباراتها أو في خططها التمويلية مثل هذه المشاريع يعني لما تأتي وتصمم خارطة التمويل أو خارطة الاستثمار أو خارطة الاعتمان إن صح التعبير لا تضع في تصورها أو في خططها مثل هذه المشاريع فأدى ذلك إلى أن أغلب المشاريع الناشئة والمشاريع الصغرى ذهبت إلى جانب آخر وهو جانب المنح سواء تكون من الدولة نفسها أو من دول خارجية أو ذهبت إلى باب نسميه باب الإقراط لكن التعاطي مع هذا الموضوع كموضوع استثماري مع البنوك هذه التجربة تكاد تكون متأخرة جدا الآن في العصور المتأخرة نظرا للثقافة الإعلامية في المصارف الإسلامية وكونها توظف الأموال بعيدا عن الربا وتدخل مع صاحب الفكرة حتى في الاستثمار وفي توظيف هذا المال أيضا الجانب الآخر جانب الجامعات طبعا نحن نعلم أن كثير من الجامعات أصبح في هذا الباب سواء في باب الاقتصاد الإسلامي أو التمويل الإسلامي أصبح يمثل جزءا من الكليات في الاقتصاد مما جعل هناك ثقافة لدى جميع الناس ومنهم رواد الأعمال اليوم بمدى نفع وجدية مثل هذه المصارف في مثل هذه التمويلات وكما لا يخفى على الجميع أزمة 2008 الأزمة المالية التي كانت في الرهن العقاري وألقت بظلالها على كثير من الدول المتقدمة كان الجانب المضي فيها أن المصارف الإسلامية خرجت بملأتها وبقوتها كونها استثمرت في أشياء حقيقية في وصول حقيقية واستثمرات ومتاجرة ومشاركات فهدى ذلك إلى معرفة وقوة هذا الاقتصاد ومن ثم الذهاب إلى المصارف الإسلامية فحدث في بعض الدول أن رائد رواد الأعمال أو صاحب الفكرة أصبح يتعاطى مع البنوك الإسلامية البنوك الإسلامية في حد ذاتها في توظيف أموالها جعلت جانب مهم جدا من الجوانب التمويلية في تمويل مثل هذه المشاريع التي تمس نواحي كبيرة عظيمة ناحية اقتصادية كما لا يغفى على الجميع ما النواحي الاقتصادية التي تتمثل في اقتصادية الدول اليوم الإحصائيات تقول أن 46 من اقتصاد الدول يتعلق بالمشاريع بمثل هذه المشاريع أيضا من جانب تنموي أن الدول لا تستطيع أن تنمو إلا بمثل هذه المشاريع وأيضا من ناحية اجتماعية كما دائما نقرر هذه النواحي في البنوك الإسلامية فأصبحت تتيح إلى رائد الأعمال دعم وتمويل مثل هذه الأفكار من أجل توظيفها ومن أجل أيضا الاستثمار فيها وهذا في كثير من البنوك سواء البنوك الجديدة هذه التي تأسست أو البنوك الكبيرة التي تحولت من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي صحيح يعني البنق الإسلامي هو بيدعم اقتصاد الدولة بيدعم تنمية الدولة تنمية المجتمع فهو فيه تكامل بهذا الموضوع طيب شو المزايا التمويلات الإسلامية عن البنوك الرباوية بالنسبة لرائد الأعمال تحديدا شوف نحن لو أتينا بالفكرة نفسها يعني قلنا الفروق بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي بإجاز يعني الآن نحن لا نتكلم من ناحية الحلال والحرام إنما نتعاطى من ناحية العائد ومن ناحية الاستثمار البنوك التقليدية وكونها تقليدية ربوية فيها محاربة لله ولرسوله كما هو في نص القرآن أيضا عندها جانب أنها لا تهتم إلا بجانبين تهتم بجانب العائدة والفائدة التي تأخذها من المتمول سوى رايد الأعمال أو غيره وتهتم بجانب الضمنات دون الاهتمام بقوة هذا المشروع في كونه هل هو من أولويات الاستثمار هل هي ضرورة أو حاجة أو كماليات من حيث أهميتها للبلاد نفسها أهميتها للاقتصاد لا تنظر إلى هذه الاعتبارات أبدا بينما لو نأتي حقيقة في البنوك الإسلامية البنوك الإسلامية في توظيف الأموال أو في تموير رايد الأعمال أو أصحاب المشاريع ينظرون إلى النقطة الأولى ماذا جدوث هذا الموضوع اقتصاديا ما مدى العائد ما مدى الأهمية أيضا في سلم الأولويات أين تقع أولوية هذا المشروع هل هو من الحاجيات هل هو من الضروريات هل هو من الكماليات ما مدى زيادة هذا المشروع في اقتصاد الدولة كم يقتات منه شخص أو أسرة هل في إضافة هل في كمال للاقتصاد أو لا وكما نعلم نحن وحتى في الجانب البنوك الإسلامية تتم بالجانب الاجتماعي وجانب البطالة اليوم لو مرعينا البطالة لا يمكن أن يقضى على البطالة بمنح المرتبات ينبغي أن نخرج من حالة السكون إلى حالة توظيف الأموال وتوظيف الأموال في وجهها الصحيح ومن ذلك المشاريع لهؤلاء الشباب حتى يخرجوا من الحلقة التي هم فيها فالبنوك الإسلامية تهتم بهذا الجانب لكن للأسف أصبحت فكرة التمويل يعني لما نتكلم على التمويل فكرة التمويل أنها لا يختص بها إلا المشاريع الكبرى والمشاريع المتوسطة دون النظر لهؤلاء لماذا؟ لأن رائد العمل أصبح لا يحاول أن يسوق هذه الفكرة مالية يعني البنوك لما تأتي وتتكلم معها في تمويل ينبغي أن يكون بين يديك جدوى اقتصادية متكاملة للأركان من ناحية الفنية من ناحية الفكرة ومدى تطبيقها في الBRD أو وجرات العمل ما مدى العائد من ورائها ما مدى الفترة الزمنية التي تستطيع أن تسدد بها ثمن هذا التمويل أيضا ما مدى تسلسل الإجراءات أو الجدوى في أفكارها حتى لا يحصل انحراف في هذا التمويل مما جعل رواد الأعمال يتجهون لاتجاه غير المصارف الإسلامية فحاولنا أكثر من مرة التوعية والتثقيف في هذا الجانب ينبغي لصاحب الفكرة أن يضع فكرته على أسس وأركان صحيحة بحيث يستطيع أن يجد مكانا أو يجد لفكرته قبولا لدى المصارف الإسلامية صحيح معناته غائد الأعمال بتوجهه للبنوك الإسلامية هو مو بس عبيفيد حاله عبيفيد كمان مجتمعه بفيد الكل اللي حوالي بهذا هذا الأمر طيب جميل دكتور المشاريع وأفكار صغيرة صارت مع مدى الأيام كبيرة وصارت لها أرباح وعوائد كبيرة جدا أيضا يفيد الاقتصاد ككل يعني يلبي حاجته ويلبي حاجة البنك ويلبي حاجة الاقتصاد ويلبي حاجة الدولة بأكملها فينفع الدولة بأكملها بمثل هذه الأفكار ويولد شيء ويحرك هذا الاقتصاد وهذه الدولة في هذا المقام وأيضا يخرج عن عباءة الدولة فبدل من أن يأخذ منها يدخل لها مقابل هذه الفكرة صحيح بدل أن يكون عباء يصير هو بالعكس عب يساعد ويوضح فراص عمال دكتور محمد اليوم أنت رائد بمجال التمويلات الإسلامية وعملت على العديد من المشاريع والبرامج بهذا المجال ما هي العلامات التي تلاحظها على رائد الأعمال تجد فيه التمييز لتدعمه في تمويل مشروع جميل الآن لو أتكلم بشكل عام على التمييز أنا مما هالني حقيقة في شبابنا الذين يعرضون ويدخلون المسابقات الجانب الكبير جدا أنه يتعاطى مع العصر يعني غالب الأفكار في ما يسميه في التكنولوجيا الحديثة ويدخل بفكرته ويحاول أن يستغرق جميع ذواته في إقناع المحكمين بمدى جدية هذه الفكرة مما يبعث في نفوسنا الأمل في شبابنا اليوم وأنهم سيكونون بإذن الله وقود لهذه الحضارة فيما ياتي إن شاء الله من الزمان إن وفقهم الله عز وجل لذلك التمييز من هؤلاء الشباب في عدة جوانب من فكرة أنا أتفاجأ أن الفكرة ليست فكرة وإنما فكرة قد طبق كثير منها ووقف أمام عائق ليكمل الحلقة التي بدأ فيها ويكمل هذا المشروع بكامل أساساته فهالنا الأمر وعلمنا أن هذه الأمة الحقيقة لم تفقد الكوادر والذكياء بل تاريخ هذه الأمة بيكملها نحن لو رأينا عصر النهضة لرأينا بمثل هؤلاء رفعت الأمة وتقدمت ووصلت إلى مشارق الأرض ومغربها فكريا وعلميا ودينماكيا وحركة استطاع هؤلاء الشباب أن يقدموا وأنا أظن بل أعتقد وأكاد أكون جازما أن هؤلاء الشباب لو وتيحت لهم الفرصة ووجدت لهم حاضنة مثل حاضنة بناء سيكون من معاول البناء لهذه الأمة بأكملها ونصبح نحن من يعتمد علينا غيرنا لا نحن من نعتمد على غيرنا إن شاء الله فهذا التمايز في طرح الفكرة التمايز في الجدية في تطبيقها التمايز في المصارعة من أجل أن يكون من الأوائل المتحصلين على جوائز ومتحصلين على تمولات وهذا رأيته سواء هنا في تركيا أو رأيته في ليبيا وأظن أن جميع الدول الإسلامية والعربية موجودون مثل هؤلاء الشباب فهم كالذهب الذي نحتاج أنا وأنت وغيرنا أن ينفض عنهم التراب لكي يخرج لهذا العالم لمعانه وهذا إن شاء الله بمعية مثل هذه الحاضنة وغيرها هم من ينفضون التراب على هذا المعدن النفيس جميل جدا معناتها أنت عب تأخذ التميز ومركز على أمور هامة فعلا هي برواد الأعمال أنه عب يصنع الأمة بمواكبتهم للحداثة للتطور وبيكون متميز وعب يدافع عن فكرته عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في دار من دور المدينة في غرفة مع أصحابه فقال لهم تمنوا يعني يريد أن يرى ما هي أمنيات من حوله تمنوا قال أحدهم أتمنى أن تكون مثل هذه الدار مليئة بالزبرجة حتى أنفقه في سبيل الله لم يعجبه قال تمنى أن تكون مثل هذه الدار مليئة بالذهب حتى أنفقه قال تمنوا تمنوا كأنه لم يعجبه قالوا والله ما نجد ما نقول يا أمير المؤمنين فقال عمر تمنى أن تكون مثل هذه الدار مليئة برجال أمثال سالم مولى بحذوف ومعادم نجبة حتى أستعين بهم على أعلاء كلمة الله أنا الذي أريد أن أقوله في هذه الفقرة وفي هذا الأثر راه وقود الأمة وثروثها ليست الأموال فالرجل أعظم وأنفس من كل معدن لو تحصلنا على سقله وعلى تدريبه ثروة الأمة مليون في هؤلاء الشباب بدل ما يضعون في الأحلام الزائفة وفي الأمان الهابطة ينبغي أن يهتم بأمثال هؤلاء الشباب ويعدون من أجل أن يصلوا بالأمة إلى المرتبة الحقيقية لهم كنت بخير أمة أخرجت للناس ونرجو أن تكون كذلك فهذا الباب باب عظيم باب النهوض بهؤلاء الشباب وتحفيزهم ومحاولة تطبيق أفكارهم وامتصاص حماسهم في الخير وفي العلم وفي مثل هذه المشاريع لا شك أنه سيكون وقود لهذه الأمة في الدفع لهذه الأمة إلى المقامات العالية إن شاء الله صدقت دكتور يعني كمان حضرتك نوهت أن حاضنة بناء هي ركزت على مشاريع وأطلقتها وطورتها واستقطبتها الشباب جدا فش كلمتك للشباب تجاه حاضنات الأعمار أنا لم أكن متصور في ذهني أن المسابقات سيتسابق عليها الناس ظرفاتا ووحدانا غالبا من تسابق الظرفات والوحدان هم الشباب ذكورا وإناثا شباب في مختلف الأعمار يتسابقون مع الزمن في أن يكونوا من ضمن هذه المسابقة ويربحون بل بعضهم يزعل وتدمع عيناه إن لم يفوس في سبيل أن يحقق لهذه الفكرة غايتها ونرجو حتى الذي لم يحالفه الحظ أولا أن يكون ثانيا يزيد في هذه الفكرة فنتوجيه لهؤلاء الشباب أو لرواد الأعمال أول ميزة هي أن تكون مثل هذه الأفكار مما تنفع الأمة وتنفع البلد مما تحذت تغيير في واقع الناس في الشارع وفي المجتمع وفي البلد وفي الأمة بأكملها وأن يكونوا إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد أن يقاتلوا من أجل هذه الفكرة ومن أجل تحقيقها إن كانت في المسار الصحيح فتوجيه لهم في اختيار الأفكار واختيار هذه المشاريع مما يعود بالنفع على هذه الأمة ونيتمنى أن لا تكون مواضيع خدمية نحن بحاجة إلى أن تكون هذه الأفكار مواضيع بداية ليست مواضيع خدمية يستغرق فيها رائد العمل أو رواد الأعمال أفكارهم وإنما مشاريع حقيقية انتجية تقدم لهذه الأمة خيرها وتكفى شرها كما يقال دكتور ما هي منتجات الصيرفة والتمويل الإسلامي كيف يستفيد منها رائد الأعمال والمشروع الصغير كالمرابحة والمصانعة والمشارة شوف مما يميز الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي أنه ليس على كيفية واحدة أو على صيغة واحدة الآن في المصارف التقليدية والربوية لا مجال لديك إلا الإقراط الإقراط بصوره يما جاري مدين يما تسهيلات حتى في تمويلة الشركات يما قروض تجارية وغيرها لكن مما يميز المصارف الإسلامية أنه ليس لديها من هذا شيء مصارف الإسلامية عندها يأما أن تمول شيء بالمشاركات يأما أن تموله بالمدينة ومما يميزها أيضا أن لرائد العمل لما يأتي للمصرف ويريد أن يضع فكرة مشروع أن المصرف يبحث جديا عن مدى نفع هذه الفكرة فيكون هو معين لرائد العمل على فكرته فلو كانت فكرته غير جيدة أو غير لا تتحقق في أرض الواقع لا يدخل معه لأن الشريك لما يدخل مع شريكه في تجارة معينة أو في فكرة أو في مصنع يبحث عن مدى تطبيق هذه الفكرة وهذا المشروع على واقع الحال وهل فيه إرادات وهل فيه استرداد لرس المال ويبحث على التسلسل الزمني فمما يميز المصرف الإسلامية أن تعطي في مجال المداينات تعطي بالمساومة تعطي بالمرابحة تعطي بما يسمى بعقد الاستصناع تعطي بما يسمى بعقد السلام بل عندنا عقود عقود أخرى تعطي بها قضية السكو يعني ما من جانب في المداينات إلا أطلقت المصارف الإسلامية أدوات متنوعة فيه في جانب الإجارة التشغيلية أو الإجارة المنتهية بالتمليك الذي يعتبر من أفضل السيغ اليوم نتكلم عليه في الإجارة المنتهية بالتمليك أيضا لو جانب المشاركات عندنا مشاركة ثابتة عندنا مشاركة في صفقة معينة عندنا أيضا مضاربة المضاربة قد تكون حتى متعددة الأطراف يعني ممكن يدخلوا مجموعة في مشروع معين وممكن المصرف أن يدخل معهم بماله مضاربة في هذا الباب ممكن أيضا يدخل معهم مشاركة منتهية بالتمليك يعني ما من صيغة تتناسب وتتلاءم مع الجذارة الإهتمانية لهذا المقدم للمشروع في جذارته الإهتمانية إلا تجد المصرف عنده ما يسمى بالهندسة المالية في مدى مناسبة هذا التمويل مع هذه الفكرة وهذه الجوانب حقيقة لا تكاد تجد المصرف التقليدية جميل مثل ما حكيت الدكتور أنه المرونة الموجودة بالبنوقة الإسلامية أكتر بكتير يعني هناك عندنا خيار واحد هو الأقراض بأشكاله بس هناك عندنا خيارات تتناسب مع كل رائد عمل مع كل حالة بحالتها كل حالة بحالتها أضف إلى ذلك أن مسائل الأرباح وتسعير الأرباح ليس فيه سقف واحد يعني يمكن بمفهوم المفاوضة بينك وبين المصرف أن يدخل معك أيضا في حالت أو في المشاركة في حال تعثرت أو كانت ما نسميه بالخسارة الطبيعية التي تحدث دونها تعدي أو تقصير من المضارب المصرف لا يحملك شيء يعني يعني الشراكة الشرعية الشرعية التي شريك مضارب مضارب أيوم الربح بالخسارة الربح ما لم يتعدى أو يقصر القائم بهذا الأمر جميل صاحب مشروع يعني أخذ أموال من البنك الأموال يتناسب مع مشروعه ومع فكرته ثم خسر لأمر في السوق لم يفرط أو يتعدى هكذا الشرعي يقول أنه لا يتحمل بينما المصرف التقليدي لا يفقه من هذا الباب حجز تجن نعم ويحجز عليه ويقول له الأموال رأس المال ليس رأس المال فقط معه الفوائد الموجود وهذا طبعا غير موجود في المصرف الإسلامية طبعا معنات حضرتك بتوجه المشروعات للحصول على التمويل للبنوك بمنتجات الصيرف الإسلامية طيب شو رائد الأعمال لازم يعمل حتى يحصل على يعني التمويلات من البنوك الإسلامية للحصول على المنتجات الصيرف الإسلامية وخاصة رواد الأعمال في حضنة بناء بليبيا تحديدا نعم طبعا احنا في ليبيا من فضل الله عز وجل في سنة في سنة 2013 صدر قانون ألزم جميع المصارف بعدم التعامل معه بسعر الفائدة يعني في مصارفنا الآن في ليبيا لا يوجد بنك يستطيع أن يأخذ ربا ظاهرة مستترة هذا عليه غرامة وعليه سجن جميل فلا حل له ولا سبيل إن بتوظيف هذه الأموال عبر الصيغ والمنتجات الإسلامية جميل لكننا في المقابل هناك متطلبات قانونية المتطلبات القانونية هذه اللي جعلتها المصارف يوم أن تحولت من النظام التقريدي إلى الإسلامي جعل هذه المصارف أنها تطلب نفس المتطلبات القانونية الموجودة سابقا طبعا نحن نعرف أن هناك شريحتان لأي بنك هناك شريحة للأفراد أفراد بشخصي وهناك شريحة أخرى للشركات أو الجهات الاعتبارية طبعا الأفراد دائما يغفض فيها الضمنات يعني لا يشترط فيها ما يشترط في شريحة أخرى للشركات يعني يكفيك في ليبيا أن تأتي بضامن وعندك سقف محدد من التمويل يمكن أن تأخذه بكيفية من الكيفيات ياما مرابحة ياما مساومة ياما إجارة منافع ياما إجارة منتهبة هذا للأفراد جعلت لها أسقف من المصرف اللي بمركزي موجود وهذا المتطلب سهل جدا يعني أن تأتي بضامن وأن يكون لك مرتب وأيضا مدى السداد ثمان سنوات يعني فيه براح كبير جدا حتى لرائد العمل الإشكالية وين الإشكالية إذا كان المبلغ المطلوب في هذا التمويل أو في هذه الفكرة أكثر من هذا السق فأنت تتحول من شريحة الأفراد إلى شريحة الشركات وإذا وصلت إلى شريحة الشركات هناك متطلبات مختلفة وضعها منشور لمصرف ليبيا المركز يتطلب عليه ويعامل رائد العمل أو الشركة الناشئة معاملة الشركات الكبرى والمتوسطة وهذا في نوع ظن فنحن الآن بين أمرين بين أن تمول في حاضنة بناء وهذا ما اتفقنا فيه مع البنوك بطريقة بين بينين يعني بين شريحة الأفراد وبين شريحة الشركات لكن بكيفية تمويل الأفراد السقف للـ 125 ألف يعني بدينار ليبي لو نتكلم على الدينار ليبي حتى لا يتطلب منه ضمنات أي شريحة رواد الأعمال تعتبر أي هو بين الشركات وبين الأفراد هذا هو تماما جميل جميل وأيضا كخطة ثانية أو الطريق الثاني الآن بدينا فيه تأسيس صندوق المفروض تؤسس بين البنوك صندوق لهذه المشاريع حتى نخرج أولا من التعقيد هذا وأيضا ندخل إلى باب يسمى التخصص يعني الآن الصندوق لما تكون وتنشى الصندوق مثل هذه مقتصة بجانب معين تيكون لها أثر كبير جدا والبنوك التي تريد أن تدخل برسمال تدخل ولها عائد ومقابل موجود وحتى لنطالب البنوك اليوم أن يدخلوا يدخلوا لله في الله مثل ما يقال بربح يعني فائدة مشتركة إنما اللي بين الصندوق وبينهم هو استثمار نعم هو استثمار أنت تضع مالك وتستثمر وطبعا نعرف اثنين متطلبات الصندوق هناك متطلبات معينة وهناك نشرة اكتتاب وهناك فترات سداد وهناك كذا هذه كلها موجودة في الإجراءات النظامية اللي وضعها مصر في ليبيا المركز وسوق المال الليبي بحيث تنشأ الصندوق ويغتص بها هذه الشريحة إذا أردنا أن نخرج من هذا من هذه العقبة وإذا أردنا أيضا أن نستقطب هؤلاء الشباب ويكون هذا الشباب حلقة كبيرة جدا في المجتمع أو في المجتمعات ومن تلك المجتمعات المجتمع الليبي الذي تعود الحقيقة أن يأخذ بذل أن يعطي الآن نحن لو نتكلم على البيئة الليبية البيئة الليبية تعتبر أكثر الدول تتقاضى في مرتبات وتمنى احنا مع الأيام أن هؤلاء من كانوا عبء على الدولة أن يخرجوا من عباءة الدولة ليكونوا رجال أعمال وصناع ويكونوا مقدمين لهذه الخدمة صحيح صدق الدكتور بما أنه حكيت عن موضوع الصناديق فعندك علم أنه حاضنة بناء عملت صندوق اسمه صندوق نماء صندوق نماء هذا الصندوق هو خاص لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة بداية ما رأيك بهذه المبادرة وهل تنصح أن يتم تأسيس صندوق مماثل خاص بليبيا جميل نحن من كنا سبقنا الأمر وذكرناه صحيح أولا فرحة عظيمة والله يعني فرح جدا لأن الحاضنة بتأسيس هذا الصندوق وضعت نفسها في أول قطوات التوفيق والسدد أن أولا أكملت الحلقة الداخلية كانت الإشكالية في الحاضنة أنها تدرب وتحتضن وتعلم ثم يبقى رائد العمل يخرج بفكرته وبدرسته المالية والفنية وبتوجيهه فيقف عائق أمام تمويل هذا المشروع فأكملت هذه الحلقة بتتويجها بهذا الصندوق أرى فكرة مباركة بل هو من إتمام العمل أن يكون أمر كذلك فنسأل الله أن يوفق القايمين عليه إلى ما يحبه ويرضى ونسأل الله أن يكون هذا الصندوق حلقة من الحلقات النافعة في اقتصاد هذه البلد ومع الليبي نحن تكلمت سابقا لا مسيرة في هذا الباب ولا توفيقة ولا سداد إلا بإنشاء صندوق حتى نخرج من مثل هذه العثرات والمطباط والعوائق ونتغلب عليها ونجعل الأمل صاحب الفكرة لما يأتي ويعرف أن مرده لو اقتنع به المحكمون واقتنعت به الحاضنة وأصحاب المشاريع ويعلم أن وراء صندوق سيدعمه أظن أنه سيكون أكثر جدية وأكثر بذل وحتى أفكاره لن تبقى طريحة الفراش كما يقال أو على الرفوف صحيح صدر دكتور نعم دكتور أشرفتم ووجهتم العديد من مشاريع رواد الأعمال في ليبيا بحاضنة بناء ما تقييمكم لهذه المشاريع من الجانب المالي تحديدا طبعا من الجانب المالي ابتداء كان بادي يعني البداية كانت في ضعف لكن اكتشفت الحاضنة ما ماذا هذا الضعف فسخرت مستشارون أو مستشارين ومدربين في هذا الباب أن يفجأني في الحلقات الأخيرة في التحكيم أن دراسة مالية متكاملة في السابق كنت لا تكاد تحصل عليها إلا من مكاتب متخصصة وفق الله القائمين الآن على الحاضنة في إغلاق هذا الباب كيف أصبح رائد من رواد الأعمال يعرفون كيف يدرس السوق وكيف يأتي بالأسعار وكيف يضع الدراسة وجوانب القوة وأصبح يستحضر التدفق النقدي يعني لو أنه ونقطة السفر أي لو نسموه فنقطة التعادل فهذا لم يكن سابقا وهذا حقيقة لا نكاد نراه إلا في مؤسسات مختصة يعني مكاتب أمية بدنا نعتبره بمجار رياضة الأعمال جدا والله جدا فأنا تفاجأت أن يأتي شخص لا يفقه شيئا عن الدراسة المالية أو دراسة السوق أو يجيد عرض فكرته ماليا إلا مؤخرا وهذا دليل على أن الحاضنة اهتمت بإغلاق هذا الباب وعلمت رائد العمل أو رواد الأعمال علمتهم كيف يستطيع أن يصنع دراسة مالية ابتدائية أو ابتدائية حتى جاهزة للتطبيق جدا يعني لما نتكلم على شخص لا يفقه شيئا يأتي يدرس السوق ويتوقع المصروفات ويتوقع الإرادات ويتوقع التدفق النقدي ويتوقع في كم سنة سيرد يعني هذا المال التمويل الذي أخذه هذا خطوة كبيرة جدا فمن هذه الناحية أصبحت مكتملة فنسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الحاضنة على خير إن شاء الله وبالخير إن شاء الله اللهم آمين دكتور أنا جدا مستمتع بالحديث معك بس حابب أخذ منك رسالة موجهة لرواد الأعمال تحديدا رائد الأعمال أنت عارف أنه هو مثل ما حكيت بداية كلامك أنه هنا نعبي أدمه شيء كبير للبلد فشو الرسالة اللي بتوجه لهم يا حفزهم أنه يمشوا بالطريق ربنا يقول هو أن شاءكم في الأرض واستعماركم فيها الاستعمار في الأرض والله لا أراه إلا مثل هذه الأفكار ينبغي استحضار النية أنا دائما أذكر وجدد النيات بين الحين والآخر لما تأتي لفكرة وتطبقها وتريد أن تنفع بها نفسك وتنفع بها بلدك وأمتك ينبغي أن تستحضر أنك في طريق الله سبحانه وتعالى أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فليغرس والله أعظم غرس في هذه الأمة وفي نفعها أن نقوم بتطبيق هذه الأفكار وأن نكون ذو همة وأن نكون من المباركين في تطبيق أفكارنا حتى نرفع أولا الجهل على أنفسنا والاتكال والاعتماد على الغير لنكون الأمة في المقدمة وهي أمة في المقدمة قامت بشبابها هذه الرسالة الأخيرة التي يوجهها أولا نذكر بها أنفسنا ونذكر بها رواد الأعمال وبرك الله فيك جزاك الله خيرا كثيرا دكتور سعيد جدا بهذا اللقاء ونحن الله يعني ربي بارك فيك ويأويك على هذه الرسائل الملهمة وعلى الدعم الكبير لرواد الأعمال شكرا لأعزائنا المشاهدين والمستمعين ببناء بودكاست كان لقاء شيخ ورائع مع الدكتور محمد مسعود وكان معكم محمد الغرتي من بناء بودكاست اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر